السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم أحبائي أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية اليوم جئتكم بوصفة هي من طلب أحد المتتبعات في القناة وصفة هي لتسمين الخدود لذا سوف أتشاركها معكم اليوم هي وصفة ناجحة إن شاء الله وبمكونات طبيعية بسيطة متوفرة في كل بيت الوصفة هي تعمل على تسمين الخدود ونفخ الخدود تعطي مظهر ومفعول رائع إن شاء الله في طرف أسبوع على مدومتكم عليها سوف تلاحظون الفرق في حجم الخدود النتيجة هي رائعة ومن مزايا هذه الوصفة أيضا أنها تعطي تفتيح إشراقة يعني بياد للبشرة لبشرة الوجه إذا كانت هناك أيضا مسامات وسعة في الوجه سوف تختفي إن شاء الله بهذه الوصفة لأن مفعولها رائع جدا وقبل ما نبدأ في تحضير هذه الوصفة أحبائي مرحبا بكم في قناة وصفات لكم إذا كنتم من الزوار الجدود أتمنى منكم أن تدعموني وذلك بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو وإذا كنتم لا زلتم لم تشتركوا في القناة أرجو منكم الاشتراك وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل الوصفات التي أقوم بتنزيلها يوميا إذن حبيباتي لعمل هذه الوصفة سنحتاج أولا لأول مكون وهو هنا كما تلاحظون لدينا هنا الزبادي أي ما يسمى بالياكورت الطبيعي سنستخدم في الوصفة تقريبا هنا لدي مقدار ملعقة كبيرة فهي كافية من الزبادي الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة ثم لدينا هنا أيضا النشاء نشاء الدراء أو ما يسمى بالميزينة سوف نأخذ هنا على بركة الله تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة يعني ملعقة صغيرة من نشاء الدراء أو ما يسمى بالميزينة نبدأ في مزج وخلط المكونات أو المكونات أو المكونات معا إلى أن يتمازج ونحصل على خليط أو على شكل كريمة بهذا الشكل بعد ذلك بعد تنظيف الوجه جيدا بالماء الساخن نقوم بتنظيف الوجه لإزالة الشوائب وكذلك لتفتيح المسامات لكي تعمل هذه الوصفة مفعولها في أسرع وقت نطبق هذه الخلطة على الخدود أو على كامل الوجه أيضا تضعون طبقة سميكة من هذا المزيج على الخدود أو على الوجه عامة وتتركونها تقريبا لمدة نصف ساعة أو أكثر بعد مرور الوقت تقومون بغسل هذه الوصفة بالماء الفاتر ثم الماء البارد بعد ذلك نأخذ ماء الورد تقومون برش الوجه بماء الورد هذه الوصفة إن شاء الله تداومون عليها يوميا إلى أن تحصلوا على النتائج المطلوبة وتحصلون على خدود ممتلئة كذلك بشرة مشرقة نظرة بدون تسبغات وبدون تجاعد أيضا فإن شاء الله كما قلت ففي الأسبوع الأول على مدومتكم عليها يوميا سوف تلاحظون فرق شاسع في حجم الخدود كذلك في نظرة البشرة إذن كما رأيتم أحبائي دائما أقوم بودع وصفات طبيعية يعني سهلة التحضير وكذلك بمكونات متوفرة في كل بيت أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة وأتمنى منكم أن تدعموني وذلك بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو أيضا إذا كنتم أول مرة تزولون قناتي لا تنسوا الاشتراك ومشاركة هذه الوصفة مع الأصدقاء التي تعم الفائدة ولكم مني دائما جزيل الشكر نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة